بعد انقطاع دام تقريباً 4 سنوات ونصاً على باليوتيوب أعدنا اليكم من جديد خش علي بالإنترو في الفيديو هاد حناقش تجربتي مع The Last of Us Part 2 Resident Evil 3 Final Fantasy 7 Doom Eternal يعني لو بنت أخوي لعمرتين السنوات كتبت قصة من الممكن أن أستمتع فيها أكثر من القصة الفشيلة اللي إحنا شوفناها تعال تعال أرب أرب كمان أرب هدوكة بعد شعر عنك حبيبي ولا مين حيتابع الحلقة وعمل لايك وسبسكريب ليش؟ حبوا بعض يا أخي الموضوع مش مستهل قصة مميزة تصميم الشخصيات رهيب جداً وبرطيك نفس إحساس الأجزاء اللي قبل بس برسومات وغرافيكس حديثة هاي اللعبة Game of the Year إذا أنت مش فاهم إيش اللي بحاول أوصل لك ياه اليوم حنحكي عن التعصب في عالم الألعاب أربع ألعاب عالم مفتوح ممكن تقضي وقتك فيهم وتعاد في الحجر المنزلي بدل من تقضي فيديوهات على تكتور ركزوا معي قلت تعاونية مش تزعلوا ويجي واحد يحكي لوين Call of Duty قلت تعاونية ستوديو سانتا مونيكا أتحفنا وفاجأنا بشكل كريتوس الجديد بطل اللعبة مائل واسم هم عادة بسموه Space Marine أو Doom Slayer فنسميه عبدالغفور عبدالغفور يا Space Marine القبضة النارية هحط لكم نار أوه أنا بلعب فيديو جيمز من ونا صغير والحمدلله كبرت وطلعت سليم مخيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة